السلام عليكم و مرحبا بكم في القناة و فيديو جديد اليوم ان شاء الله غايكون فيديو متنوع هنخرجو فيه نتسخرو انا من الوحدة الضويرة ايضا غنوجد معكم غنزراع مجموعة من نباتات غادي نشريها وايضا غنشارك معكم شنو تعلمت في زراعات نباتات المنزلية يعني المعرفة ديالي ماشي شي معرفة كبيرة ولكن دكش اللي كانعرف غنشاركو معكم ان شاء الله وايضا انا نوريكم بعض الافكار الخاصة بالمنزل افكار اللي تعلمت انا في حقيقة غير من المشاهدة من اما اليوتيوب او المشاهدة ديال الناس في الحياة الام و يعني العائلة الاخرية افكار ممكن تفيد كمبتر ديالكم خصا ده بقرب رمضان ان شاء الله وكل شي كي يخمله وكل شي كي يجبع فابداء العد اتاني زوري حتى انا في حقيقة عطلتها ده العام واناكين صافي ده ببديتا نوريكم ما عملت انا خمس البيوت ديال العس غير قد لغش افكار بسيطة كيف ما قلت اغريها لكم ان شاء الله هتفيدكم المسبة البيوت ديال النوم ديال الاطفال ديالكم ايضا ديالكم ان شاء الله انا من المسبة مناسبة ديال العسل صافي ديال عام كيفما قلت توقت وبدأ العمل الدار دروري خصامة النققى ضروري تتخمال بسطاح ديال ما شي غير مساحة غابرة وصافي فإن شاء الله في الفيديو دي الغد نشارك معكم تخمال دير الصالة هنا مشيت الأكسيون دورها خفيفة أخذت غير ذلك المسائي اللي كان أخذت دايماً وريدتكم شنو الجديد اللي تار الانتباه ديالي خذت النباتات كيف مقتلكم ورجعت للدار أيضاً نفتح وحدنا واحد جديد واحد نيدل اللي يلا دبت قريباً واحد شهر عين فمشيت له حتى هو هاد خذت هاد العسل هاد اللي كيتباعك دفلي باكي بنسبة الناس اللي كي يشربوها كدعاتي كي بغوا يحيق أو القهوة يحليوا بالنسبة لفكرة أزوينة فهاد شي هو اللي خذت يعني كل شي واضح هنخليكم تشوفوا شنو شريت وغنطلق معكم باش نوريكم طريقة ديال الغرس وغنطيكم الأفكار كيفاش تعتني بالنباتات المنزلية وأيضاً غنشارك معكم الأفكار اللي قد لكم فيما تخص البيت ديال النوم وتغيير الوسائد الوسائد المخدات إلى آخر فانطلقوا دابشويا إن شاء الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 يعني في حالي لما خلوق ما لقي في ان يمشي إذا خليت وتم ما بقيت نسقيه نسقيه غادي موت مع ذي شي كبر فأنا من أول دي خليت واحد الساك كبير ديال تراب تراب وفيه الغبار فيه يعني واجد للاستعمال غا نعملو هنا في هاد هاد البانيو هادا اللي كنت شريته من أكسيو اسبوع اللي فات من الأحسن أنكم تعملو توقوب في هاد البانيو هادا أنا غا نحاول أنني ما نسقيش بزاف هاد النباتات ثانيو لأنني ما عملت هادو كنتوقوم بنسبة لطريقة الغرس كان عدله التراب ما كندكوهش مزيان يعني كيبقى هاكدك فش فش ما نحاولوش أنا ندكسه التراب بزاف 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 لسا عملنا التراب من الغابة أو من شي محباق أخر نخلطوه بالتراب عفوا نخلطوه بالرملة ونعملوه مع هالغبار هنايا شنو كنعمل كناخد هاداك المحباق نحييد منه الغرس كناخد غير هاداك الكنتينر هاداك البلاستيك اللي كي يجي فيه الغرس وكن نضعها كده ومن بعد كنضيف التراب في الجوانب باش كتبقى هاداك الحفره محفوظه مني نحط فيها الغرسه خطوه أخرى مهمه مني كناخد هاداك النبتة وكنحيده من المحباق كنغطس الجذور في الماء باش كنتأكدوا بأن هاداك النبتة يعني شرب الممزيان وكن نحاولو أننا نفككو هاداك الجذور كيف ما كتلاحطوك يكونوا مدكسين هكذاك في القاعدة لهذاك الكنتينر فنحاولو أننا نفككوهم ونحيدو في المحباق الكبير نحيدو هاداك الكاس دي البلاستيك اللي كي يجي فيه النبتة ونحطو في البلاستو النبتة في حال هكذا من بعد كنزيدو التراب ايضا معرفت شو شبانتو في الفيديو وليلا وضعت هاداك الغبار ديال الغبار اللي هو إتباع واجد يعني فحل المكلع ديال النبتة تزيدتها مع التراب شوية ونوضع شوية من الفوق هناك نعاود نزيد التراب من الفوق بحيث أن الجذور تكون مغطية مزيان 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 بالنسبة للناس ما مبغوش يشريو لنبتة هكذا كبيرة ممكن تاخدو شوية النعناع اللي كان نشربوه عادي كان صغبو بيئاتي نحيدو هاداك الوراق اللي كي يكونوا لتحت بحيث جوج ديال العيون على الأقل يكونوا مغطسا في الماء ونعملوه في كاس ديال الماء ونحطوه في بلاصة في هالضو حتى كي يكبر هاداك الجذور في حال هكذا اللي يبين تلكم هاداك القيطة البيضين كي بدون يكبروه سفيكن غرصوه هكذا في التراب حتى ممكن غرصوه بدون منع منوه في الماء غير هو ياخد وقت أطول مهم ليتنا أن الطريقة لناسباتكم ممكن استعملوها فأهم حاجة كيف ما قلت لكم التراب يكون فيه الغبار أو الماكلة ديال النباتات خصوه يكون ما بدكوكش مزيان ما شي واحدة واحدة التراب اللي في حال ذاك التراب الحمر اللي كان عارفوه ما ذكر ما كيتم بتفيح تشي حاجة تشي حاجة لأن ما كيقدروش الجذور يتحركوه بالنسبة الماء الماء حاجة مهمة ضروري ما نكتروش منو وما نقللوش منو كيف ما قلت لكم ما نجيبوش النبتة ونغطسوها في كل نهار نغرقوها في الماء إلا كان هاداك المحباق اللي فيه النبتة ما فيهش تقب من تحت فالجذور غات عمر بالماء وغادي تفسد وغادي تموت النبتة فضروري ما نسقيوه وحنا بنا ردين البال هاداك التراب نقصوه بيدنا إلا بنا ناشف نزيدو الماء إلا بنا بقي هاك تكفازك ما نسقيوش وخا نبقعوا نهار ما نسقيوش يومين ما شي مشكل المهم هو على حسب درجة الحرارة فهناي بالنسبة لهذا التراب هذا فهو جديد ويابست فضروري ما نسقيوه حد الكيمية تكون زيدة شوية أيضا حاجة مهمة الضوء هاد النبتات هادو اللي حطيناه جو حار بزا في الصهد إلا احنا ما نقدروش نجلسوف هذيك الشمس وحد خمشة ديال الدقائق رحت هاد النبتات هذون هذي إلا طبعا كان النبتات اللي كيستحملوا الحرارة كانوا حال هاد الريحان هادا النعناع هذيك لسيبولاتي تهيئ غرستان مع الريحان بنفس الطريقة ديال النعناع إلا خليناهم في البرد بزاف او إلا خليناهم في الشمس بزافر هاد يموتوا فإلا غرصناهم دبا مبقاش البرد بزاف هنا يا فرنسا ولكن في الليل كان خروجه يلقيت في البالكون البرد كان ندخلهم إلا بان ليل جوه موتا ديالسا فيك نخليهم بالنسبة للشمس كيف مقتلكم نخصص كون هذيك الشمس الحارة المزموتة إلا بانتنا هذيك الشمس المزموتة نحطهم شوية فضل او ندخلهم الكوزينة حتى تدوز دك الساعة ديالساعد بالنسبة للأزير وايضا الزعتر فهما غرستهم مع بعضياتهم هما كيستحملوا الحرارة والبرد أكتر من الريحان نعناف الحقيقة تهوك يستحمل المهم هادشي هو اللي نقدر هادشي هو اللي تفكرت واتسعادي ولا عندكم شي سؤال إن شاء الله خليوها لأسفل الفيديو خلينجاوبها للتساؤلات ديالكم إن شاء الله على حسب المعلومات اللي عندي والمعرفة اللي عندي ندوزو لحاجة أخرى إن شاء الله تعجبكم وتفيدكم الناس اللي متبعين الفيديوهات ديالي كنت شوفتوا معايا خديت هاد طرف هاد ديال التوب اللي هو متروز باليد كنت اخديتوا من الحاجات المستعملة من المغرب واحد السوق كيبيع فيه واحد السيد هاد الشي هاد ليزور صابانات إلى آخره كنت شريت أيضا واحد ليزار أو صابانة كبيرة قد لكم غانا عمل بيهم سربطات ديال الطياف في الحقيقة بدلت الرأي ديالي وقاررت أنا نخيط بهم أمخدت لأن هاد التوب هادا حسيت به غزال زوين زوين بزاف يصلح المخايد مزيان واحد التوب رائع فأنا طبعا صب بنتو مزيان ونشفت يعني واجد اللي يستعمل كنت قطعتوا هكتا مربعات كبار فاليوم إن شاء الله غانوريكم طريقة أنا نخيط بها واحد المخيد تاكت جي زوينة زوينة بزاف غانزينوها بهذا كالقوماش المتروز فهناي عندي مربع كبير ديال التوب غانطويه في حالها كتا على جوج غانعمل مخدة طويلة كتا صلحة كده اللي بيت من عاستين اللي صغار أو الكبار علش الله أول حاجة غانطويه هاد كيف ما قلت لكم هاد مربع ديال التوب على جوج وغانخيطه من الفوق ومن الجمب وغانخليه واحد الجمب محلول اللي غاندخل منه لأمارة ديال الصوفة فغانمشي الماكينة غانخيط كيف ما قلت لكم جمب صغير والتحت اللي هو طويل هو غانخيطه ما ننسوش أننا نعاود الخياطة من البلاس اللي كان بدأوا منا الخياطة وكان ثاني منا نعاوده فهذا هو الشكل اللي حصلت عليه هدابا يعني تقريبا واحد المستطيل هو هادا غاناخد هادك الطرف هاد توب هادا ما يتشنتفش يعني وخما نخيطوش تلك الخياطة اللي كان في حالي كان نخيط دائما معكم أنا عنده خياطة عادية هنا يطويت الى الداخل واحد تقريبا نجوش ديال السنتيم غانعمر هاد المخدة هادي بصوفة أنا كانوا عندي بصفة ديال المخيد صغار يعني المخدة ما كتبقاش هكتك عمرا سوفيك نخليها كنشري واحدة اخرى بعد اكتروا عندي فقلت غانستغلهم في هاد الفكرة هادي علاش الله فهاد الصوفة هادي اللي في المخيد طبعا هما مصبنين ومنشفين مزيان مزيان يعني كان صبنوا هاد الصوفة او نسيتش ما في قلول اللوات مصبنين ومنشفين يعني نقيين فعمرت هاد المخدة هادي وخليت يعني حاولت ان ندفع هاديك الصوفة الوحد الشيهة وخليت الشيهة اللي خصني نخيطها خاوية فعليك هتشوفو هنا فانتهى الماكينة وغنخيط هاد الفتحة هادي كيف ما قلت لكم مانسوش اننا انخيطو البداية والنهاية جوج ديال المرات فهاد المخدة هاتي غتكون هي ها اا اا داخل او المخدة اللي عادة نخيط للغشات دياله فهدا هو الشكل ديال المخدة اللي غتكون فيها الصوفة في الداخل فإلى بغينا في شي وقت أننا نفتحوها ممكن نفتحوها نفتحو هذه الخياطة كنا واحد الآلة صغيرة نفتحو بها الخياطة وممكن نعود ونحيدو منها كلوات اللي الداخل إلا بغينا نصبنوه ولا نستعملوه في شي حاجة أخرى فهذا المخدى هذه هي وجدت أبغا نخيط معكم الغشاء اللي فيه الفكرة الأساسية كيف ما قلت لكم هاد الطرف هذا ديال التوب المضروز كنت شريته ومستعمل طبعا كانت 8 ديالو كان 20 درهم وطبعا صبنتو وده بغا نحددوه باش جي الخياطة مقادعة مع التوب هذا قطعة ثانية ديال هادك ليزار اللي كنت قطعتو معكم إزار قطعة عقل على الثامن كانت خلصت 80 أو 60 درهم ولكن التوب رائع وعطاني 8 ديال هاد المربعات هادو الكبار مني قطعتو فغنصلح غنحدد هاد القطعة الثانية ديال القماش اللي غنخيطو بها الغيشاء ديال المخدة هادي غير فكرة امشي فكرة هادي غير باش يجيني الخياطة مقادعة ما يجينيش تكشي عوج فغناخد هاد طرف هادا ديال التوب وغنطنيها لاجوج غنقبط هاد القطعة هادي ديال المخدة على حساب القياس ديال هاد القطعة هادي ديال القماش أنا نخطي صابتها كبيرة شوية على هاد القطعة هادي هادي المتروزة ولكن من الأحسن غنجي المنظر ديال الحسن إلا كانت المخدة قد تقد هاد القطعة هادي المتروزة ولكن أنا أنا نوريكم كيف رجعت في الآخير جزوينة فغنطبت هاد القطعة هادي المتروزة مع القماش ذيال الغيشاء هادي المخدة غنطبت ايضا في الوسط باش ما تبقاش تحرك ومن بعد غنطيها الماكينة غنطي هاد المخدة هادي الماكينة وغنخيط هاديك القيمة القماش وكة عاديل الطرف ديال التوب المتروزة مع القطعة اديل القماش العادية اللي تحت سوف ندوز الماكينة في هذه البلاسة اللي أصلا فيها الخياطة فما سوف يشتبع فغادي نخيط عادي القطعة دي القماش مع القطعة دي القماش الأبيض فهذه هي النتيجة كيفما كتشوفو سوف يخيط هدك الطرف دي التوب مع التوب الأبيض اللي تحت غنطنيه على جوج بحيث أن القطعة دي القماش المطرزة غا تكون هي الدخل يعني ده بغا نعتبر فحل القماش عادي غنطنيه على جوج بالنسبة لأطراف دي الهدتوب هده غنطني جوج دي المرات فحلها هكذا وغادي نخيط غير باش يشيء الماندار زوين دي الهد المخدة هدي غنطبت بالتبابيس وغادي ندوز الماكينة على الأطراف دي التوب كامل ما قد لكم هده الخطوة هدي غير باش تجيني لأن هذا هو الغشاء دي المخدة غا يكون مفتوح من جوج دي الجوانب مستطيل مفتوح من جوج دي الجوانب فغا نخيط له الجانب غا يكون محلول غنطويه على جوج من جوج دي هات كيف ما كتشوفو هنا وغا نخيط صافي ومن بعد خيط طبعا لقيت هدوك طويت المربع على جوج ولقيته بالخياطة من الفوق وهدي هي النتيجة غطاني غشة دي المخدة كيف ما قد لكم مفتوح من جوج دي الجوانب في حالة كيف ستيل او المخيط دي الجحال هادي فغا ندخل المخدة اللي صوبتها معاكم في الغشاء وغا نوريكم كيف هاش غا دي جي فهذا هو الشكل دي المخدة كيف ما قد لكم إذا صغبتون مخدة لقد هدك القماش المطروز غا دي جي أحسن ولكن حتى عكتاجة زوينة بثاف تصوروها فوق واحد الفراش ديال شي شي بنيتا بيض كله وموات المخدة هادية من فوق فهذا هو الشكل النهائي ديال المخدة ديالنا فكرة بالنسبة للناس اللي كي عجبو ميشيريو هاد القطع ديال القماش المطرز المطرز يعني فكرة ممكن نستعملهم ونعاودوا تدوير هاد هاد المشتريات هادو بما أنني هاد توب هادا اللي قد لكم شيريتو على شكل إيزارو قطعتو عجبني بزاف صوبت بهم خايد أخرين كيف ما كنتشوفو هنا يا صوبت القيص ديال المخدة اللي عجبني بنفس الطريقة خيط المربع كامل خليت غير فتح اللي ندخل منا الصوفا ومن بعد خيط هاكده في حالي خيط المخدة الأخرى اللي بغيت نفتحه ممكن نفتق هذيك الخياطة ونجبت منا الصوفا غنستمره في الخياط بخصونا دبال التخمال اللي نبيت نعاس إلى آخره فهاد المخيد هادو أو هاد الغطاء ديال النموسيات كنت تلقيت ممكن تبعه في إيكيا عملينه بخوموسيو ديال شخص واحد كي يبيعه مخدة على شكل مربع وأغلبية ديال النسل مخدة ديالهم طوال فعنطيكم هاد الفكرة هادو ممكن تنفعكم كنو كنعمل انا كناخد هاد المربع هادو وكنخيط تقريبا واحد عشر ديال السنتيم او ممكن اقل او اكتر على حزب المخدة ديالكم ما كنقطع موالو كندوز غير في موريتكم كندوز للمكينة خط خط عادي طبعا المخدة كانت مقلوبة ده بغا نقلب على الوجه دياله وكيف ما كتلاحظو كيبقى هاداك القطعة ديال القماش او التوب كتبقى الداخل وكنحصلو على الشكل ديال المخدة لها ديال بغا تتقطعو هاداك التوب ممكن تتقطعوه اذا بغا تتخليوه خليوه بغا تتردو المخدة موربعة ممكن تفتقو هاداك الخياطة فهذه هما المخدات ديالي غنطيكم اخر فكرة فكرة دي معروفة ولكن ده بابدك يسخون الحال غنوجد معاكم هستعمل هاداك المول اللي شريت ديال السيليكون من عكسيون غنوجده واحد المتلجات ادواء او لغلاس صحي وزمين والديد هناي غنستعمل الفريز المجمد غنوضعوه في طحن الكهرباء يضفت له شوية ديال لسل وواحد العلباء ديال يغورت الطبيعي يستعملوه الكيمياء اللي بغيتوا على حسب شنو بغيتونتو على حسب الكيمياء اللي بغيتوا تحصلو عليها هاديك تبقى مجرد فكرة هنضف شوية ديال الحليب بغي باش تطحنلي الماكينة جيدا هاداك الفريز حيت جامد جبته من المجمد فهذا هو الشكل اللي حصلت عليه هنا يضوقوه شوفوهش بغيتوا تزيدو له الحلاوة ولا لا فهذا هو المول اللي شريت غسلته طبعا ونشفته غنضيف له هاد الفريز المطحون معليا غورتو الحليب وشوية ديال لسل وغنوضعو في المجمد حتي يقصح مزيان بالنسبة لهذا الكيمياء اللي شاطلي ديال العصير غنزيد للحليب وغنزيد نطحنة وفكرة أخرى نستعملو هاد القريعات ديال الزاج ديال المشروبات الغازية باش نقطعو العصير نقدموه العصير ما يحتاجوه أنا نشريو قرائه اجداد فكرة أخرى منك يكون صهد بزاف نضعوه شوية ديال الحامض وشوية ديال الليمون مع الماء وايضا ممكن تزيدو شوية ديال الترجل لبغيتو بعدها مجرد فكرة باش اعطي واحد المنظر زوين وايضا طعم ديال المكي واللي زوين بزاف والديد فهدي مجرد أفكار في الحقيقات النهار هادا كان سخون بزاف فعني جاني الحماس ديال التخمال وديال فحالي حسيت فعليلا صافي ثلاث شتاء وبتالصيف هدا القوتي ديالنا عادي ماشي شي حاجة يعني غريبة ولا شي حاجة فيه شي مجهد كبير يعني توجد فيه دقائق معدودة وكيبقى هادوك اللمسات اللمسات الإضافية هي اللي كتعمل الفرق هي اللي كتخلي هاد المائدة هاد يتبقى زوينة ومشاهية وخاهية ما فيه حاجة في الحقيقة كل شي تقريبا كان شري وهواجد هادا كليك خوصون لمنك خوصون وراه هما في حل القرص او القراشل كنت صابتهم معكم وهدو هما النباتات اللي غرصت معكم هادو كانو عندي فضار كانت للأسف هاد النبت هادي كانت بتتكاتموت فوضعتها في هاد السلات هادو هاد السلات هادو كانو عندي زايدين فغرصتهم فيهم وهادو هادى كلاسي بوليت نسيت ما قلتلكم شانا قطعت هادا كشي زائد وحتفت به هنوريكم ان شاء الله في الفيديو دي الغداء شنو كانو من هادى كلاسي بوليت اللي كتكون عندي زايدة وايضا الحبق فهدا هو الفيديو دي اليوم كانت منه يكون مفيد استفتتم منه شي حاجة هنخليكم مع بعض الصور كنعرف بان بزاف دي الناس كعجبهم يشوفوا الصور وان شاء الله نطلقه في الفيديو القادم شكرا جزاف والسلام عليكم اشتركوا في القناة